موسيقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم شكرا للعاقب أما الآن فمع كلمة المجير العام لقناة الشقيطة الفضائية سيد أحمد المحمد رمين والذي يعتبر المشرف الأول على الدورة فليتفضل لإلقاء كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين بدء لبدء تقدم بالتحية إلى جميع الحضور هنا من متدربين وفاعلين وصحفيين في قناة الشقيط ومكونين ومكونين كما أتقدم بشكر إلى السيد لباتو الليتاه الرئيس المدير العام لإداعة كوبني والأستاذ الحسن العمر والزملاء الذين يشاركون اليوم فرحة هذا الحفل المتواضع في شكله والقيم والكبير في مضمونه أردت أن تكون كلمتي عبارة عن مداخلة مبسطة وليست خطابا كما يجب أن يكون لأنني أرغب التحدث أمام هذا الجمهور وأمام هذه الأوجه بشكل عفوي طبيعي حقيقة وحكما قناة شنقيط قررت هذه الدورة منذ فترة وعلنت عنها واستجابت مجموعة من الملفات تزيد على مئة ملف أو مئة مترشح لهذه الدورة هي دورة داخلية وليست دورة خارجية يعني دورة داخلية داخل القناة بكل المقاييس وقد دأبت قناة شنقيط على مثل هذا النوع من التكوينات وعلى هذا النوع من الدورات لأن حتى وقبل تحرير الفضاء السمعي البصري والقناة تنظم مثل هذا النوع من الدورات وقد استطاعت من خلاله بتوزيع أو بإفادة العديد من الكفاءات الإعلامية إلى السوق الإعلامية لتملئ بعض الفراغ أو الفراغات التي تعتبر موجودة في هذا الحقل واستجابت حوالي استجابة حوالي مئة مترشح لهذه الدورة وبعد الفرز استطعنا أن نحصل على حوالي ستة وعشرين إلى سبع وعشرين مترشح للقيام بدورة تكوينية داخل القناة لمدة أربعة أشهر وفعلا كان هناك عقد يضبع منظم سير الدورة وأتقدم بشكر الجزيل للذين شاركونا والذين شاركوا معنا في هذه الدورة على انضباطهم وعلى التزامهم وعلى اهتمامهم الكامل بمواصلة التدريب الحقيقة أنه أول حد مستفيد في هذه الدورة هم الذين واكبوا الدورة لمدة الفترة بشكل كامل ولا شك أن من بين الحضور من لم يسجل عليه غياب واحد خلال مئة وعشرين يوم من التكوين المستمر ولا شك أنني وجدت في الأخيرة من يضاهي بخبرته الذين كانوا في القناة منذ فترة طويلة فالحمد فالحمد لله قد استطاع بعضكم أن ينفذ النشرات الإخبارية بدون رقيب وقد استطاع بعضكم أن يشرف على التحرير في المجال الإخباري لمدة نشرات ونشرات وإيام متتالية وهذا مهم ومن بينكم من استطاع أن يقدم ويعد برامج والتقارير وهذا أيضا شيء نفتخر به ومهم والحمد لله على أن هذه الدورة كرسها شيء مهم وهو أن هناك ميدان فعلي للتدريب والتطبيق ولم تكن دورة نظرية ويكنتم تواجهون الأشياء بشكل حقيقي فكنتم تواجهون التقارير وتعدون التقارير وتقومون بتسجيل التقارير وتقومون بمنتجة التقارير وفي النهاية هذه التقارير بعض الأحيان تذاع عبر الفضاء بشكل مباشر في النسرات الإخبارية كذلك من بينكم من استطاع أن يقدم برامج مباشرة على الهواء وقد نجح البعض في ذلك كما أن إدارة الإخراج لدى بعضكم كانت ناجحة من خلال تسيير وتنفيذ بعض النسرات الإخبارية على الهواء بشكل مباشر وهذا هو أهم استفادة وأكبر استفادة يمكن أن يستفيد منها متدرب في مثل هذه الدورات التي تعقد من حين إلى حين أو تنظم من حين إلى حين وفي أماكن متعددة على العموم وكي لا أطيل عليكم فإني جد مصرور بأننا اليوم نخرج أكثر من عشرين شخصية إعلامية استطاعت أن تجري تدريبا ناجحا وأن نمد السوق بمثل هذه الكفاءات وقد أعدت الجهات الفنية والسكرتاريا ما يلزم لأن يتطابق ذلك مع التخرج ومستويات التخرج أشكركم والسلام عليكم وهنيئا لكم شكرا للمدير العام والمؤسس لقناة الشقيطة الفضائية السيد أحمد والمحمد الأمين أما الآن فنبقى مع كلمة مدير الدورة التكوينية الأستاذ العربي والشيخ صيدي لإلقاء كلمته فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين طبعا بداية تحية طيبة سأل لكم جميعا طبعا في هذا الحفل وأهنيكم بهذه المناسبة التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لنا كما هي مهمة أيضا بالنسبة لكم طبعا بيناسبة اختتامي هذه الدورة التكوينية والتدريبية التي نظمتها المؤسسة خلال الفترة المفتدة ما بين السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2015 والسادس والعشرين من شهر فبراير 2016 والتي شارك فيها 26 متدربا على اللائحة الرسمية وعدد آخر من المتدربين الذين لاحقوا طبعا بيه البقية تلقوا خلالها تكوينا في مختلف المجالات الإعلامية من إنتاج وإعداد للتقارير وتقديم وإعداد للبرامج والنشرات إلى جانب العمل الفلني من إخراج ومونتاج وغيره قد حاولنا خلال هذه الدورة أن نقدم لكم مختلفا نماذج المتعلقة بالمجال الإعلامي بكافة جوانبه كما توخينا الجدية قدر الإمكان من أجل أن تشكل هذه الدورة نموذجا المجال الإعلامي اليوم تنتهي مرحلة بالنسبة لكم وتبدأ رحلة جديدة نتمنى أن تتكلل بالنجاح كما نرجو أن تكون التكوينات التي تلقيتم خلال هذه الدورة قد ساهمت في تشكيل إضافة نوعية إلى مساركم العلمي لتكون فاتح دخيل لكم في المستقبل جمعنا الكريم لطالما كانت قناة الشقيطة الفضائية وجهة للباحثين عن التكوين في ميدان الإعلام بمختلف جوانبه ومهذه النخبة التي تقف أمامنا الآن إلا نماذج جديدة تنضاف إلى الكفاءات السابقة التي مرت من هنا والتي نتمنى لها ولكم التوفيق في مهنة المتاعب وفي الختام لا يسعني إلا أن نتمنى لكم التوفيق في خطواتكم اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شكراً للمجير التكوين العربي والشخصيدي أما الآن فكلمة المستفيدون من الدورة أيضاً لهم كلمة يقدمها السيد محمد والخيار فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين السيد المدير السيد المستشار السادة المؤطرون السادة الحضور زملاء العزاء إن مهمة الصحابة على نبلها وأهمية رسالتها تتطلب تكويناً وإصراراً قويين تقودهما إرادة عصية على الفشل والانهزامية ومن هذا المطلق كانت مهمتنا نحن متدرب غناة شقير فكان حرصنا على تبليغ رسالة الإعلامية لكل بيت عبر الشاشة الصغيرة هو هدفنا الأول وغايتنا المثلأ وشعار ناطيلة ذرة التكوين دون تناسي طبعاً دور القناة في ذلك أيها الحضور الكريم لقد مثلت الدورة التكوينية فرصة للمتدربين اكتسبوا من خلالها التجربة الميدانية في الإعلام وتلقوا دروساً حول ما يجب أن يكون عليه الإعلامي ناجح من خبرة ومهنية مع تطبيق أخلاقيات المهنة في كافة أشكال الصحابة أيها السادة يكاد المتدربون يجمعون على نجاعة هذه الدورة ودورها في تأطير جيل من الإعلاميين من شأنه ضخ دماء شديدة في الإعلام المورساني وفي الختام يسرني أن أبلغ أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي جزيل شكرنا وامتناننا لقناة الشنقيط إدارة وعمالة كما نخص بالشكر المدير العام للقناة السيد أحمد المحمد لمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمتحدث باسمي المتكوينين أما الآن فنبقى مع كلمة الرئيس والمجير العام لإذاعة كوباني فليتفضل مشكرا أنا بدوري أشكر قناة الشنقيط الرائدة في التكوين التي حقيقة وفرت لهذا السوق الإعلامي الوطني كثير من الصحفيين الذين كانوا على المستوى وقدموا خدمة عند إيجاد هذه التراخيص التي منحتها الدولة الموريتانية للإذاعات والقنوات وكانت إذاعة كوباني المستقلة قد بدأت بجماعة من الصحفيين قناة الشنقيط الذي واكبوا إقامة الإذاعة كما أشكركم أنتم الذين تريدون أن تكون طليعة لهذه الصحافة التي نريدها مستقلة ونريدها صادقة واستقصائية وأن تكون تطلع على الحقيقة وأن تأتي بالخبر بكامله وأن لا تكون متخندقة وأن لا تكون لها جهات سياسية أو مآخذ لا تلق بالصحافة اليوم التي عرفت بالبيشمرقة وساءت على الصحافة الموريتانية نريد منكم التجديد وأن تكونوا على المستوى وأن تكونوا طليعة هذا الإعلام الفتي وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله أما الآن حضرنا الكرام فكلمة باسم المكونين مع الزميل محمود جبريل فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا لا أدري بماذا سأبدأ لأن هذه الوجوه عايشها لمدة أربعة أشهر هي وجوه طيبة بطبيعة الحال وكذلك وجوه خيرة تخونا العبارات من أن أشكركم على نبلكم أولا وكذلك حسن استماعكم وحسن أيضا تقبلكم لهذه الدورة التكوينية أنا لا أقول أنني كنت مشرفا بقدر ما كنت أيضا متدربا معكم لأنني استفدت منكم كما استفدت مني لأن هذه العمل العمل الإعلامي هو عمل تشاركي وصحيح أنكم استفدتم ولكن أنا أيضا استفدت من هذه الأخلاق التي أتيتم بها إلى قناة شنقيط وكذلك زاد المعرفي الذي أيضا أتيتم به هنا وكذلك حاولنا نحن أيضا أن نبلوره على أرض الواقع أشكركم جميعا وأشكر كذلك إدارة قناة شنقيط التي أيضا أعطتني هذه الفرصة لكي ألتقي بكم وكذلك لكي أشاركم تلك اللحظات شكرا جزيلا لكم وهنيئا لكم والتوفيق بإيشاني حضرنا العزاء طبعا ونحن نشرف على تخرج دفعة متكونة لا يمكن أن ننسى أول المكونين في هذه المؤسسة وهو الحسن والعمر فليتفضل أيضا بدوره ويلقي كلمة لهذا الحضر بسم الله الرحمن الرحيم وصلا الله على نبيه الكريم لي الشرف أني كنت من أول مكونين قناة شنقيط نزال الفضاء السمع البصري لم يرخص بعد في 2009 ومن شهودها شهودها قلائل لكن هم موجودين ما زالوا وذنيا أولا ذنيا أحيي قناة شنقيط لأنها هي هي اللي ضقت أول دماء تحركت في المشهد الإعلامي في موريتاني كاملة لأني ما قطيت دخلت مؤسسة إعلامية مريد فيها التلاميذ المؤسسين لإكساع القناة شنقيط اللي كونناهم أول سنة 2009-2010 سنوات قبل تحديد الفضاء السمع البصري ولي الشرف أني كنت من أوائل اللي كونوا فيها ومفتخر بهذا وممتن مولي لقناة شنقيط لأنها هذا المردة ما تحسب لها في المشهد الإعلامي اليوم لأنها هي الوحيدة اللي ضقت جميع الناس اللي يتحكموا في القناة الخاصة وحتى معاها القنوات الأخرى اللي ما هي خاصة قنوات الدولة فمن قدر من الصحافة يتحرك ومهم ونافن متخرج من قناة شنقيط هذا يحسب القناة شنقيط ويندارف خانة قناة شنقيط ويا الله يعترف لبيه في الجميل لأن هذا مهم لأننا سوقنا لا فيها للأسف شديد تكوين ولا فيها معاهد للتكوين هذا يولا الثاني أن نختار نحذفكم أنتما الصحافة اللي جديد ممكن أن تخرجتم أعلنكم تتحلى وبالانضباط والمسؤولية والقناعة لأن القناعة هي المكسب الوحيد اللي عند الصحافية تحكم فيه اللي نعود قنوع يقد يكتب حسب وجهة نظره اللي نعود ما هو قنوع اللي هي تلبه هواء لآخر اللي يبدأ السلسلة تبتش مرقي ولكن اللي هي بطريق الآخرى ومتأكد بعد أن الجيل الأول اللي ساهمنا يكسعه في تكوين والحمد لله اللي رأيه كتعاد وطور كبار قليل في معنى قليل عن في حدقاء من شاء الله من الناس اللي يندال اللي هي تحت الطاولة وشكرا وشكرا شكرا 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 لسيد الحسن والعمار كما أسلفت هو من أول المكونين في هذه المؤسسة أما الآن فسنبقى مع توزيع الإفادات على المشاركين وأول المستفيدين المصطفى والسيد محمد يسترموا شهادتهم من مشرف على تكوين جبريل محمود جبريل بريتة فضل محمود جبريل الإفادة الآن من الحضرام والبو بكر يستلمها من الزميل عبد الله واليسري المستفيد الثاني يعقوب للعاقل يستفيد شهادة من المصور عذمان ولفة محمد القيذ والسالم يستلم إفادتهم من عبد المجيد والإبراهيم محمد والمحمد عمار المستفيد الرابع يستلم إفادتهم من السيد جليا عيش منت محمد سالم ولداود تستلم إفادتهم من السيد سلاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المهمة بنت دادة والمختار مبابة ستسلمها لإفادة الزميلة الزهرة تفضلوا بات المرابط تستلم إفادتها من عبد المهي مكرثومة محمد رامي تستلم إفادتها من الصباح اتمنى منصار اعطوا اشعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما الآن فخيري سلمو يستلم إفادتهم السلاك والولاد الغالية الحضراني تستلم الإفادة من عبد الجليل والعلي سيد محمد والخواه يستلم الإفادة من مدير التكوين العربي للشيخ سيدي ترجمة نانسي قنقر وتستلم الإفادة من مدير إلاعة كوباني السيد ربات وليتا ترجمة نانسي قنقر سيدي محمد والمحمد المختار سيدي محمد والمحمد المختار سيدي محمد والمحمد المختار أحد المتفوقين في هذه الدورة التكوينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر